أستاذ علي نعود إلى مهارات الإلقاء هم قالوا طبعا أن مهارات الإلقاء مثلا أن تكون لها عدد محدد فبعضهم قالوا أن مهارات الإلقاء تسعة فلو تعطينا مهارات الإلقاء ممتاز الأسرار الإلقاء طبعا أنا أعطيكم كبداية قبل ذكر الأسرار أنا أعطيكم آيات أو حاديث أو شيء من الدين أثر من الدين يخص الإلقاء إن من البيان لسحرة بعض الكلام يقولك والله بعضهم الناس يا أخي سبحان الله تتكلم معه وما تدري كيف أنك وفقت وعطيته وسويت له يقولك كأنه سحرني سبحان الله ليه لأن عنده أول شيء كريزما سبقا ذكرها عنده مهارات الإلقاء ذكر في الأثر إن من البيان لسحرة فأسرار الإلقاء أول شغلة أنت بدي تتكلم عنها ممتاز يجب توفر معلومات كافية هذا واحد على المجال الذي تتكلم أنت بتتكلم تسألني عنه طبعا أنا أعطيك الأسئلة المغلقة التي والله إجابتها ايه أو لا أو صحيح هذا كذا وكذا أو لا لأن هذا كذا واسكت هذه تسمى الأسئلة أو الإجابات المغلقة طيب بعد الشيء هذا يكون ضروري جدا تدخل في أسلوب الإقناع والتفاوض هذا ثانيا ثانيا تدخل في أسلوب يدخل في أسلوب الإقناع والتفاوض تنوع طبقات الصوت جميل أنا كوني أبي أتكلم مع أحد سواء أو أصله لفكرة أو رسالة أو أقنعه بأمر معين يجب أني أتكلم معه في الصوت يسمى الصوت القراري الصوت القراري وش عادة يكون فخم يكون الصوت طالع يعني من يعني فيها طبعا الأصوات طالع من الحلق تخصص أبراهيم بالضبط إن شاء الله أعتقد بما أنك منشد مرت عليك الأصوات الحلقية مثلا يعني عادة الأصوات هي ثلاثة أنواع مخرجها أما من الحلق أو من الصدر أو من البطن فالصوت القراري اللي يكون خارج من المعدة خارج من البطن فهذا الصوت يكون صوت قراري أنت كبداية يجب تعطي صوت قراري صوت فخم توضح فيه المعلومة والآلية بعدها يكون فيه تدرج وتنوع في طبقات الصوت أما بالارتفاع أو انخفاض حتى أنك تقدر تلفت نظر أو تلفت الانتباه المتلقي بالإضافة إلى إيش؟ ذكرت في القرآن استمعوا له وأنصتوا ممتاز؟ أول شغلة الاستماع بعدين الإنصات فيه شيء ثالث لكن الثالث هذا طبعا صنف من علماء النفس أن الشيء هذا أشبه ما يكون بشيء خارج المنتل اللي هو العقل اللي هو الإصغاء ممتاز؟ في درجات الاستماع ثلاثة الاستماع الإنصات الإصغاء أفضلها الاستماع آسف أفضلها الإنصات إذا ذكر فأنصتوا له استمعوا له استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الإنصات وشوء الاستماع وشوء الاستماع أني والله مجرد أني أتكلم من غير أي مشاعر لا لغة جسد ولا اهتمام ولا حتى يكون فيه تواصل بصري هذا يحد تواصل بصري أحد الأسرار التسعة الدعمة للإفنون اللقاء فهذا يسمى استماع طيب الإنصات أنا أتواصل معك من خلال البصر ويكون لغة الجسد مقاربة فتقرير عن نبي اللهم صلى الله عليه إنما كان يتحدث مع بعض الصحابة فما يكون يتحدث واحد جنبه مثلا فيتحدث وهو ما يلقي لبال أو ما يتكلم معه أو ما حتى الوجه لا شوك اللحظة هذه هذه جدا تفسد عليك وتقطع تواصل حبل تواصل بينما الرسول الله ما صلى الله عليه كان يوجه لعل الكاميرا تأتي نعم كان يتوجه جسميا يعني ما هو يلتبت عليه لا الجسم كامل على الشخص يعطيه اهتمام فذكر أحد الصحابة شاف من الاهتمام التواصل البصري والحوار الهادف أحد الصحابة ذكر سأل النبي الله صلى الله عليه قال له بمعنى أكيد أنك أحبني أكثر واحد من أحب الناس إليه من أحب الناس إليه وهو في قرارات نفسه حسب الجواب الرسول أنه يقول أنه هو قال والله هي عائشة قال لا تكلم بالرجال قال أبوها ثم من بعد يعدد يعدد فهو طلع خشية ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صحابي الله صحابي يعني زي الذي توقع أنه من أول أو ثاني أو ثالث على الأقل أنت بعيد مرة لكن هذه من أدب التواصل الاجتماعي أو فن الإلقاء والتحدث هذه بالإضافة لإيش نقطة جدا مهمة التحدث بالعاطفة واستخدام الشغف ممتاز؟ كيف؟ سؤالك جدا ممتاز التحدث بالعاطفة لو جاني أحد يتكلم معي أو حاولت أني أقنع شخص من خلال كسب مادي أو كسب معنوي أو أين كان أحاول أستخدم بعض المشاعر أو أظف بعض العلاقات الاجتماعية في الشخص بمعنى يا أخي مثلا يعني خلنا نبدأ ما عليش نتكلم بشكل ودي ممتاز؟ أنا حاول أن أتكلم والله نبغى أن نغير مثلا كوب الشاي هذا زين نبغى أن نغيره نبغى أن نجيب شيء ثاني فوالله قال لي المعد والله ما عندنا كذا أنا أدري أنه عنده ولد اسمه أنس طيب العيون أنس تكفى تجيب لي كذا حلو يعني دخلت فيها عاطفة دخلت فيها العاطفة ممتاز طيب هذا هو العاطفة طيب استخدام الشغف أنت تدري أنت لو جبت لي مثلا شيء هذا وش راح يكون راح يكون شيء أثرة أثرة النفسي والمادي والمعنوي بيرجع عليك أنت وش وش روني ش قصتك يعني أنا وش علاقتي بالموضوع لا لك علاقة كبيرة أو إذا وفقت بالموضوع هذا تدري أن اسمك راح يكون صدد بطريقة معينة كيف طيب شرون أنا هنا حركت الشغف اللي عنده الشخص هنا ممتاز ممتاز بالإضافة إلى إيش الترحيب بالمداخلات والأراء إي هذا هو فالحرص على الإقناع وجود التشويق بالحديث هذه كلها أسباب داعمة لمهات تعزيز فنون اللقاء والخطابة ممتاز والاستماع المترجمات في القناة شكرا شكرا شكرا